صباح الخير لكل سيدة المشاهدين التي تحقوا بنا الآن في برنامج الشروق مورنينج بداية أسبوع موفقة الكل أو في البرنامج يومي تابعوا فينا في هذا البث المباشر عبر الشروق نيوز وأيضا عبر صفحة القناة على الفيسبوك إذن موضوعنا أو أول موضوع في فقرة الحدث لنا هذا اليوم سيكون حول السكن في الجزائر هذه الحكاية التي لا تنتهي وفي كل يوم يخرج علينا بتصريحات ومفاجآت جديدة آخرها تصريحات الوزير اللي قال بأنه اليوم الأحد 18 فيفري سيتم استدعاء المكتتبين بشي دفعوا الشطر الثاني ممن لم يستلموا أوامر بيدفع إذن الكثير من أو الألاف من مكتتبي عدل الثنين أولادية 2013 لدفعوا الشطر الأول والشطر الثاني لكن على أرض الواقع الشنطيات مزال مبدأوا يخدموا أين ذهبت هذه الأموال ومتى سيسكن مكتتبي عدل الثنين هي كل الأسئلة وأخرى سنحاول مناقشتها مع ضيفنا لنهار اليوم السيد جمال شرفي صبع الخير سيد جمال شرفي ونروحه شكرا على حضورك صبع الخير أخي محمد سكرا على هذه الاستضافة هذا اليوم جميل إن شاء الله ويوم الشهيد جميل يوم الشهيد قل لي أنت لما كنت صغير كنت تحتفل بيوم الشهيد مدرسة لي صغير لأنه فترة تسعيني لأنه ساعة الثمانية لأنه ابتدأ لنساعة الثمانية لما سن هذا وعادة اعتمدة كما تفضلتم وذكرتم بأنه في بداية التسعينات وعادة في سنوات اللي هي جدت في العشرية هذه السولة وكان الاحتفالات عادة تكون على إطار ضيق نوعا ما للظروب الإستنائية نذكر أنا ربما وقال في مستغانم لما احتفلوا بيوم الشهيد كانت فيه انفجار بالطبع الغريزان أو مستغانم الحادثة ما زلت موجودة لحد الآن في ذاكرت وفي أذهان جميع الجزائريين فلهذا زاد دم الشهيد على دم الشهيد وإن شاء الله نتمنىها حتى الشهداء الأخيرين اللي تشهدوا في مدينة بسة وفي مدينة خمسة أيضا من أبناء الجزائر من الجيش الوطني الشعبي إن شاء الله رب يرحمهم وإن شاء الله حكيوا على سنوات التفاؤل الألفينات احتفلت بيوم الشهيد نوعا ما احتفلت منذ حقيقة منذ ثلث أربع سنوات مواظب على الاحتفال في إطار شبه رسمي يعني في بعض الحيان يستدعون السلطات الأمومية يعني كضيوف ونوعا ما هو لأنه هذه الأيام أيضا أخي محمد فقدنا نوعا ما التواصل بين لأنه نتمنى أنه جيلنا وجيل هذا الشباب والجيل القادم أيضا حتى من يدرسون في المدارس تكريس سياسة على الأقل التواصل مع الذاكرة التواصل مع التاريخ التواصل معه من خلال احتفال أيضا بذكرى الشهيد نتمنى أنه يكون مدرسي قبل أن يكون بشكل رسمي لأنه كرفع نشيد قسما يعني في المدارس هو ما يترفع كل يوم نشيد قسما لكن ذكرى الشهيد أتمناها أنها تكون مدرسية بداغوجية نوعا ما لكي يعطى أيضا هذه التواصل إن شاء الله نعم شفت لما كانت جوز فقرة زابينغ كان فيها خبر على تراجع مبيعات الورود في السعودية شريت الورد الأحمر يوم الأربع أو لا شريتش؟ آه ما شريتش إن شاء الله يعني إحنا حكينا على الاحتفالات في جزائر يمسكنا 100 سنو باش يشيروا مش فقط الورد ولكن يشيروا الأثاث المنزلي ويشيروا لإلكتروميناجي الأجهزة الكهرومنزلية على أمل أن يحتفلوا بحصولهم على السكن بعد ما انتظروا لمدة تقارب الأربع أو الأربع سنوات وقريب خمس سنوات يعني من 2013 مكتتبي عدل 2013 يتسألوا عن مصيرهم خصوصا بعد تصريحات الأخيرة اللي تم فيها استدعاء المكتتبين باش يدفعوا الشطر الثاني من ناس لما تسلموش أو أمر بيدفع أنت كمتابعة لهذا الملف كيف تشوف هذه الخطوة على الوزارة؟ أولا لأن الوزارة الآن هي قضية الوزير الحالي هو الآن في إطار هذه الجوالات اللي يقوم بها وطنيا الآن الملف الثقيل وهو ملث العدل الثنين الوزير الآن خلل ملف الألبية الإبن تاعوا المدل الخلاة وعودوا لأبن بطبع لأن الألبية وهي هناك مواعيد لأنه الآن هناك مواعيد حسب المواعيد والناس تنتظر في 14 مارس لأنه الآن الانطلاق كيف تكون والآن هو تداخل حتى مع مصالح الولايات مع وزارة الداخلية لأنها المسؤولية الآن من خلال الألبية هو تقاسم ليس فقط بسؤولية وزارة سكن مئة بالمئة لكن هي تقاسم مع وزارة أيضا وزارة الداخلية من خلال أنه المهمة الثقيلة الآن سيقوم بها الولايات وهي دراسة الملفات ووضع الملفات على المستوى البلدية ودراستها الوزارة السكن من خلال الألبية ستكون عبارة عن منفذ للمشاريع والمهمة الصعبة على الاختيار أين تقع المشكلة التدخلات وكما يقال بين القوصين ستكون من ضمن هذه الولايات من ضمن مهم الولايات وإن شاء الله ربيعينهم لأنهم هم على ثقة للسكن الاجتماعي هناك ثقة آخر لملف سيسمى الألبية الآن عودة إلى سؤالك وهو أيضا السكن عدل عدل الثنين لأنه نتمنى أنه لن ينتظروا كثيرا كما انتظروا أصحاب عدل 2001 لا هي الظاهر أنه رايحة لعشر سنوات الآن خمس سنوات مرة أنا لست بمتفائل حقيقة لكي أقول بأنه الأمر لأنه ظل الأزمة المالية بالرغم أنها حلحلت نوعا ما لكن الآن هناك أيضا معطى آخر وكما أقول دائما بأنه معادلة البناء ليس بالمعادلة هي معادلة ذات الكثير من المجاهل من ضمن المجاهل أيضا وهي الوسائل وسائل الإنجاز سواء كانت وطنية والآن رجعنا إلى الوسائل الوطنية الإنجاز في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الحفاظ على احتياطاتنا مننا للعملة الصعبة لأن الأجانب فيما سبق والأجانب الموجودين في الجزائر كانوا يأخذوا الصفقات بنسب تحويل من العملة الصعبة الآن العودة للوسائل الوطنية الإنجاز قلناها هي عبارة عن حتمية اقتصادية وليس خيار استراتيجي هذا الأمر هذا الأمر الذي سيجعل نوعا ما أخي محمد وكانت تلك الوسائل كانت مهمشة فيما سبق أو كانت مواردها المادية ومواردها تقنية مهدرئة عبارة زيادة على أيضا أن الجزائريون الشباب الجزائري لا يشتغل في مجال البناء عزوف هذا الشباب جعل أن المؤسسات حلت نظرية موجودة لكن قليل منها من ينشط في أرض الميدان زيادة على الأرقام الهائلة التي قدمت أخي محمد أنه في سنة 2018 نذكر بأنه ينتظرنا للانطلاق فقط 120 ألف سكن في سيغة عدل هناك 70 ألف في هذا الألف هناك 80 ألف سكن نريفي هناك 87 ألف سكن أديال مختلف سياغ اللي هما متأخرين من السنة 2001 و2002 بارك الله فيك هذا الأمر أكثر تقريبا 450 ألف وحدة سكن للانطلاق فقط كل هذا الكم الهائل الآن ما يرجوه المواطن الآن ليس الاستلام هو أن تنطلق الورشات الحلم ليس في الاستلام الآن الحلم وقته يبدأ شنطي يعني خرجوا نساس باش على الأقل واحد يعرف لأنه سيكون هناك الأمل أنه سأستلمها ولو بعد عشرة ولا عشرين سنة حتى يعني لي كان عندهم آمل وشفوا الشقة اقتحهم جاهزة لكن مشكلة على الطريق ربما الناس عندهم ستشورهم وينتظروا في مدينة سيدي عبد الله هناك العديد من المشاريع أخي محمد يعني العملية البناء اكتملت مئة بالمئة لكن بعد ذلك اتضح بأنه هناك ما يتعلق بالشبكات الخارجية سواء الماء الصالح للشرب الصرف الصحي الغاز الكهرباء هذا دليل أيضا على عدم التنصيق الحكومي بين مختلف القطاعات لأنه كما أقول معادلة السكن ليست مسؤولية وزار السكن فقط هي الموارد المالية هي الطاقة هي العديد من المتداخلين الآن نحسوا بوكأنه لا يوجد هناك تنصيق حكومي لماذا تكتمل البناء بعد ذلك نفكر نفكر بأنه لا يوجد ماء صالح للشرب لا يوجد كهرباء لا يوجد غاز هذا الأمر في بعض الحيان رجعناه إلى نقص الموارد المالية لكن أيضا هو ناقص إلى التنصيق بين مختلف القطاعات في بداية انطلاق المشاريع وأيضا التخطيط ربما كان بزاف المشاهدين الناس الآن في القهوام يصدقوا ويشاهدوا فينا ويتسأل يقول لك لماذا الوكالة عدل في كل مرة تخرج علينا بدفع الشطر الثاني لكوطة معينة علىها يعني ما تكونش العملية ممنهجة يعني مثلا عدنا 400 ألف مكتتب في أضي يلدو حسب الأرقام المتدولة 430 ألف 430 ألف نقسمهم على أربع مرات ولا على ثمن مرات على مية ألف ولا على خمسين ألف وفي كل مرة نستدفع الشطر الثاني وكأنه اليوم نحن نحسه أنه وكالة عدل كلمة تشومر عيط الجماعة عدية يلدو يجيبوني شوية دراحة لا أنا أقول لك شوف من خلال هذه النقطة هو أكبر خطأ ارتكب في بداية هذه في بداية العملية عدل الثاني ما كانش لازم أنهم يستدعوا 430 ألف كما يقولوا احنا مد رجليك أو مد خطواتك يعني لا تستطيع أنك تقفز بالأمتار في بداية الأمر لم تكن إمكانياتنا أنه نشرع نشرع في إنجاز 430 ألف وحدة سكنية فلهذا الآن وزارة السكن الحالية والتاقم الوزاري الحالي 430 ألف كامل سدو الشطر الأول لا هذه كان أكبر خطأ فلهذا كان التحدي وكان لزاما على الحكومة الآن وكانت صريح الوزير الأول من خلال عرض برنامجه على الغرفة الأولى والغرفة الثانية أنه قال لن نتراجع على العدل واحد عدل اثنين لماذا؟ لأنه حق على كل مكتة بدفعها شطرا حق على الدولة أنه تسلموا ومفتح الآن متى؟ هي علامة الاستفهام الآن البرامج يسكنوا فيها والله يسكنوا فيها أولاد أولاده هذهك بالطبع بالطبع لأنه حتى الآن كل سنة يسجل برنامج سكني لأنه لا تستطيع الحكومة بحكم أنه 430 ألف حتى ولو كانت النية صادقة والدرهم موجودة لا نستطيع لا توجد إمكانيات لكي تنطلق 430 ألف وحدة سكنية في حالة ما إذا لا لا يعني مش موجودة يعني نظريا تطبيقيا مستحيل أنها تنطلق قرب 130 ألف وحدة سكنية عرب الطراب الوطني على مستحيل مستحيل ومستحيل لعدة أسباب ما عندناش الإمكانيات إمكانياتنا أخي بوحمد ما تفوتش مئة من ألف سنويا إحنا استعننا بالأجانب الرغم أنه هذا الأجنبي الآن هو تغول علينا لكن الآن زيادة على ذلك الآن العقل الثاني أنه هذا الأجنبي الآن قلنا أنه ما عايش نعوله على الأجنبي لازم نعوله على الجزائري لأنه أرانا في ضائقة مالية لازم نحافظه على احتياطاتنا من العملة الصعبة التي تتآكل لأنه الأجنبي لا يقدم لكش بالدنار يقدم شجزء بالدنار وجزء بالعملة الصعبة الآن الرجوع إلى هذا الجزائري الذي همشه والذي ذمحله والذي ذاب في ظل السنوات اللي فاتت الآن لا نستطيع أنه لا يستطيع أن ينتج لي أكثر من 50-60 ألف سنة لا سامحني فقط حال على كيفية تسير الورشات الجزائرية باش نكونوا منصفين حتى يعني معروف أنه في الجزائر في قطع السكن مستحيل أنه جزائري يعني يكمل لك الخدمة كما تحب ولا يكملها لك في الأجال المحدد حتى الأجنبي ما نكملوش يا أخي محمد أنا نقول لك حاجة الأجنبي لا يكملوش إذا كان بسبب بيروقاتية الإدارة لا شو نقول لك حاجة نحن تقنيين زورنا الكثير من الورشات الأجنبي في بداية الأمر في بداياته في الجزائر كان نوعا ما رحنا له من أجل النوعية ومن أجل المدة بعد ذلك هذا الأجنبي فقط العقلية الجزائرية أصبح بالعكس هناك ورشات الجزائريين أتقنوا أحسن وربحوا المدة أكثر من هذا الأجنبي عداوهم على المختلفة عداوهم لأنه أيضا الكلمة صحيحة لكن أيضا نقول لك بأنه الأجنبي عرف باللي يرانا في حاجة إليه حكمنا من اليد اللي توجعناها لا أفهم بسخل على الصفقة لا أفهم أيضا كيف الشيء تصير الجزائر ذو كان يعني يقول لك إذا كان رب الضار لدفي إذا كان رب البيت على الدفي ضارب فشيمة أهل البيت الرقص والطارب والشيء ينتظر هو إذا كان يجي ويشوف كيفية تصير المشاريع البيروقراطية تأخيرات يعني لتسببها سواء الإدارة من خلال الإجازات تاع البناء والله في وصول موال البناء وغيرها حتما يعني الأجنب يتأخر لك لكن ما نكررش أنه بدايات تعادل مثلا نشوف حي تعي النعجة حي القارس ولا أحياء أخرى اللي بنوها الصينيين يعني كانت قمة في لا لا كانت نوعا لكن أيضا في بداياتها هناك مشاريع لحد الآن هي تعاني مثلا البناني المصعد التي لم تعمل منذ 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 15 سنة الآن كانت هناك عبارة عن اخطأ في البناء صريحة الوزير وتناولناه في البلاتو معاك أخي محمد فيما سبق وقال بأنه هناك خطأ باعتباره أنه الوزير المهندس المعماري قال بأنه مشاريع عدل مشاريع اكتشفنا بأنه هناك خطأ جزائي يعقب لي حتى القانون أنه مشاريع جل المشاريع الجزائرية ما فيهاش رقابة ما فيهاش رقابة ما فيهاش والدليل على ذلك ما فيهاش دراسات بارك الله فيك وهذا كان نتاجها بعد ذلك أخي محمد أنه شككنا في النوعية النوعية وجدنا سكنات استقبلت حديثا يعني لقينا فيها وضعية مهترئة جدا الآن هذا الأجنبي هي منطقية هي عادة كما يقولون يعني طبيعة تأبى للفراغ لأنه لما لا يكون لا رقيبا ولا عتيدا ما كانش ما كتب دراسات طرق بالنوعية والجودة منطقيا ستكون نتائج كارثية الآن يستطيع أنه يسرقك هذا الأجنبي كما كان سوى الأجنبي أو لحتى وطني لأنه من لا يراقب المقاول عنده الصيغة الربحية الآن نخير لك العمارة النمطية بدون عناصر جمالية نخير لك ممكن نسرق لك في المساحات الداخلية نسرق لك في نوعية مواد البناء البيطان نسرقه فيه بارك الله فيك هذا الأمر زيادة لأنه تصريح الوزير هو عبارة عن دق نقوس خطر بأن تلك المشاريع والمشاريع السكنية التي لم تخضع إلى الرقابة والتي اكتشفها هو كمهندس معماري قبل أن يكون وزيراً هذا الأمر الذي قال الآن الوكالة والإدارة الجديدة لوكالة عدل يجب إتخاذ جميع التدابير من أجل أن يكون هناك مكاتب دراسة للرقابة فلهذا هذا الأمر الذي زادت طينة بل وزدت أخيرة أخيراً آخراً متازة تخلعت المشاهدين اللي هم يتفعوا فينا خصوصاً هم باعك السحب الأخير واختيار المواقع الناس لا يتنتظر في دفع الشطر الثالث الناس تنتظر في دفع الشطر الثاني اليوم يتسألهم يقول لك دراهمنا وينهم يروحوا تحديداً مدام أنه ما بدأتش المشاريع نحن نحطه في دراهم لكن ما شفناش ولا بيليا خرجت من الأرض ولا أساس خرجت من الأرض وينهم يروحوا كل المكتبون لأنه هناك أيضاً لم يكن هناك عدلة اجتماعية من مختلف الولايات أنا أقول لا أصريحه أنا أنا أأخذ ما صرحه الوزير الحالي طمع أنا من خلال زياراته الميدانية لم يكن متفائل في ولاية من أي ولاية من الولايات لخرجها بالعكس كان هناك أوضاع كارثية الدليل على تسير سيء للإدارة السابقة بالنسبة إلى هذا القطاع خصوص إدارة عادية الدليل على ذلك أيضاً أنه الكثير من الولايات وقال أكثر من 15-16 ولاية لم تنطلق فيها المشاريع أصلاً وهناك ولايات بعد 5-6 سنوات من الاكتتاب خارجنا فوجدنا حفرة هذا الأمر غير معقول وهو اصطفى أيضاً وهذه شهدة لهوة يعني اصطفى في جانب المكتتب وقام بالعديد من التغييرات منها إيقافة حتى ربما المكتتب اليوم يحويش على تصريحات الوازل لأنه نحن نعرف وهذه كلها يقول لك النتيجة نحن نحوصنا النتيجة أنا أدفعت شطر أول شطر ثاني الناس اليوم واحدة ويشوفين وقاعد في القهوة من راحه أموال لدي الأموال هي الأموال الموجودة كان سينايل كان صندوق الوطني السكن الآن الأموال نقول لك أنا الإنسان اللي يتسائل الآن اللي يدفع في البيض ودفع في تبسة ودفع في أقصى للجنوب ومشروعه لم ينطلق بعد هو وش يقول في قرارة نفسه بأنه أنا من دفعت هذا الشطر أموالي يبنيو فيها في الويلة الكبرى يبنيو فيها في العاصمة هذا هو الإشكال الآن فذا هذا كان على الوزارة وعلى عدل أنها يجب على انطلاقة لأنه تحدي الوفاء بالعهود هو أن تنطلق جميع المشاريع المتأخرة على الأقل ليس الاستلام الآن الأموال موجودة لأنه وتعالى العاصمة عميك وش يقوله مش يقوله يقولك أموال دراهم نهر وفي المسجد الجزائر لا لا يستطيع حيكملوا بها المنارة لا لأنه هذا لا لا يستطيع لا يستطيعوا لا يستطيعوا لا يستطيعوا لأنه وكالة المسجد عندها أموالها وعندها أموالها خاصة الآن الأموال السكن هناك صندوق وطني للسكن تجمع فيه جميع الأموال وطنيا بالنسبة من دفع الشطر أول حتى الشطر الرابع الآن هناك حقيقة تأخر في بعث الكثير من المشاريع الآن يعني أموالهم راح في الحفظ والصون نو أموالهم في الحفظ والصون أموالهم لا راحت للإستيراد لا إلى أشياء أخرى جميل مدم أنه الفرتون الكبيرة ما راحتش لا لأموالهم كما تعلم أنه الصندوق الوطني للسكن أيضا حتى من خلال هذه الاتفاقية الثانية التي مضاها الوزير يوم الخميس مع الرئيس المدير العام إلى القرض الوطني الشعبي هو راح يكون هناك تسير إلكتروني يعني راح يطبقوا يكرسوا إلى الإدارة الإلكترونية يعني حتى المواطنين هذا من 87 ألف الذي اختاروا فيما سبق مواقعهم الآن يستطيع أنه يسحب أمر بالدفع من خلال بيته البولان بريمية عنده في الدار ويروح يخلص مام البايما يقدر دير الإي بايمنت من خلال عملية عملية الإنترنت إن توفرت لديه هذه الكرة الآن هذا الحلم الإي بايمنت ما يغامروا شبه الجزائر خصوصا في الساكن يعني راح نحطهم فيه نحسبهم ورقة وبرقة وما نعرف إن شاء الله نتمنى في الختام جمال شرفي يعني تقديريا كخابير كمتابع لملف عدل وكتش يسكنه عدل 2 أو عدل 1 عدل 1 قالوا لك جوان 2018 ننتظر إحنا من الجوان يعني لأنه اليوم كل يوم الوزير يخرجنا بتصريحات كما الوزير الذي سبقه نحكيه على عدل عدل 2013 أو عدل 2 إذا كان هناك هذه اللحظة التي نتكلم فيها على هذا البلاتوف الشوروخ مورنينج أن هناك ولايات لم تنطلق فيها أصلا لا نستطيع أن نقول لك أنا راح يستلم فيها كذا والعديد من هذه الولايات الآن المكتبون فيها يحتجوا أنا أقول كل ورشة انطلقت لأنه الآن كما يقال لا يستطيع أنه حتى الوزارة حتى وكالتها لا تستطيع أن تضمن في المقاولة تستطيع أنها توقف على المقاولة لكن الآن تأخير المقاولة هذه ليست بالمعادلة الدقيقة 1 زي 1 زي 1 زي 2 لكن أنا أقول أن المشاريع التي انطلقت في الجزائر في الجزائر يعني في العالم كامل البناء هو علوم يعني علوم علمية يعني 1 زي 1 زي 1 زي 2 في الجزائر فقط علوم إنسانية تعبير كتابي لأنه كانت هناك ووقت توجد يا سيدي نحسبه نحن التأخير والتأخر الإنجاز لن يكون قبل خمس سنوات يعني حتى الآلفين واثنين وعشرين لن يكون قبل خمس سنوات كل ما انطلق نستطيع أنه هناك تدريجيا تدريجيا الاستلام سيكون تدريجيا الآن لكن هناك أيضا مشاريع ستسجل في سنة 2019 يعني أنا نقول إذا كانت فرضنا افترضنا الآن باللي سنبدأ من نقطة سفر ونبدأ بأنه بمعطيات أنه كما يقولوا حنا تولمون ديلي سيريو سيطاد المقاولة متوفرة بإمكانياتها المادية لا يوجد مشكل مادي ومالي لا توجد مشاكل بشاري لا توجد مشكل في مواد البناء إذا اعتمدنا ذلك على الأقل ما تبقى من مشاريع عدل سيكتمل خلال الخمس سنوات القادمة على أمل ذلك نشكرك كثير جمال شرفي على حضورك معنا على كل هذه التوضيحات في انتظار خمس سنوات مقبلة من الانتظار واللي راح وخاطب ويسنا بشاطر الولادية الاثنين يقولون توكل على ربي ورح تكري في انتظار أنه ربما أولادك ولأولاده هدك إن شاء الله الأمل دائما موجود لأنه لا ينفقد الأمل الموجود لأنه النية الحسنة لا تكفي فقط الآن هذه الأيام لأنه النية الحسنة يجب أيضا أن تكون هناك أولا صراحة مسارحة المكتبون ويجب أنه ما تبقى لأنه أخي محمد التحدي الآن أنا أقول أمام الإدارات الحالية أمام الحكومة أنه على الأقل المشاريع التي كل مكتب بدفعها شطرة على الأقل ورشته تنطلق ليس تستلم ورشته تنطلق خلي المكتب واحده يتبع خلي المكتب هو اللي يعطيك نسبة تقدم الأشغال الآن ستكون نزيدون أعطلوا البالون ويقولوا راح خدمون أفري مع المصو وخلاص كثير من السكنات الكثير من السكنات في استلامها وكتعرف الجزائريين لما يستلموا سكن هو راح يقوم بعملية تغيير تغيير داخلي عملية كذلك لأنه بعض مواد البناء مش مليحة يعني الجزائري دائما مستحيل هناك سكن استلم ولم يكن هناك فيه عملية تغيير جزئي هذا الأمر يعني ننتظره نبقى وفي فكر أنه دائما نعيش في ورشا نعيش في ورشا على أمل كل ذلك نشكركم جماعة وحضورك